السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة موعدنا النهاردة بإذن الله تعالى من ميديول الجي اي تي الفيسوليهي عندنا درس بعنوان خلينا نفتكر الأول كده الفيسوليجي بتاع الجي اي تي كنا درسنا فيه ايه أصلا وهو عبارة عن ايه والله أولد كده بدأنا بالماث والأسوفي جاس معانا يعني ان رحنا كده على جوجل وكتبنا اسم القناة يام نوتس ونزلنا تحت كده عند البلاي لست ودخلنا على بلاي لست بتاعت الجي اي تي السلام عليكم هنلاقي ان احنا عملنا الزوم كده على الفيديو الفيسوليجي اللي بعنوان هو ده واللي بإذن الله تعالى خلصنا فيه الأسوفي جاس وقبليه كنا خلصنا الماث على حسب ترتيب الجي اي تي طب بعد الأسوفي جاس بيكون عندنا ايه ترى والله وبكل بساطة بيكون عندنا المعدة طب وبعدين هنلاقي ثم معنا وهو ده بالضبط ترتيب الدروس اللي احنا عادينا ناخدها الأسوفي جاس وخلصناه موعدنا النهاردة بإذن الله ثم الفيديو اللي بعديه هيبقى للسمول انتستن ويتبعه اللارش ويتبعه السيكريشنز بتاعت الليفر والبانكرياس ان شاء الله طب يطرى الاستومك من ناحية الفانكشنز بتعمل ايه هتقولي ان هي بتطلع حمض المعدة الجاستريك جوس هقولك احسن فاحنا هناخد كده الاستومك وهنعرف ان هي بتطلع الهايدروكلوريك اسد فهنيجي نتكلم عنه كذا موضوع كده وبعدين الفورميشن يبقى ايه فايدة اله سي ال وازاي صنعناه وبعدين الفاكتورس اللي بتأثر على وجوده واخيرا الفيزيس بتاع الجاستريك سيكريشنز يعني اربع حاجات بحرف الفاكت وبعدين ننهي الدرس بتاعنا بازن الله بيق البوميتيج معانا ان شاء الله واخيرا نحل اسئلة مع بعض فزاي ما انتو شايفين فيديو النهاردة اللي في السويجي اللي استومك بسيط وخفيف جدا فعلى الله يتوكلنا خلينا نبدأ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نذكر نفسنا الاول كده اللي احنا في وقت مراجعة وليس في شرح تمام فانا حاول قدر الامكان اللي انا اشرح سريع وانكن ضربنا عصريك بحجر واحد ماشي بصوا كده وباختصار شديد هنا بيقولك ايه حبة معلومات عن افرازات المعدة اولا حجم الافراز ده بيبقى حوالي من تلاتة لتر وعشان الارقام ما تبهواش معك اعلم ان معظم الارقام عندنا في المنهج بتبقى واحد ونص زي ايه؟ زي والله الكباسيتي او حجم البعدة ذات نفسها طب افرازها بتطلع عندك جاستريك جوز تلاتة لتر في اليوم تمام؟ تمام عندنا كمان السليفة بتبقى 1500 ملي اللي هو لتر ونصف في اليوم برضه ماشي بيقولك البي اتش الجاستريك جوز بيبقى اسديك حاموضي يعني منطقي اتش سي ال ننزل تحت كده ونبص على المكونات تحتوي على مية ايونات انزيمات ميوكس لواموخاط وانترينسيك فاكتور بالنسبة للايونات وبيقولك على حسب الافراز او سرعة الافراز تختلف الكنسنتريشن بتاعهم ماشي مفيش مشكلة مثلا لما احنا عاوزين نخلي من الافراز بتاعه الجاستريك جوز نقصد اللي احنا عاوزين الاتش سي ال يبقى قليل يبقى هنقلله ازاي من المكونات ديت الهايدروكلوريك اسد ده والله بسيط قوي لاما هتمسك الاتش وتقللها او هتمسك سي ال وتقللها هتقول لي كاتبلك هنا السوديوم اس هاي هقول لك اه دي تساوي الاتش سي ال اللي قللناه اللي سي ال ازاي نفسه قللناه ازاي؟ لان السوديوم ده هيجي ويمسك مع السي ال ويتحول الى سوديوم كولوري لملح بدل ما يتحولنا الاتش سي ال حولنا الملح فقللنا بتاع الاتش سي ال ما علينا الانزيمات معانا بيبسوجين طبعا مقطع اوجين معانا انه ان اكتف يبقى هو يتحول لبيبسيد وبعد كي روح اصل لنا البروتينات وجيلاتين از اي حاجة اخرها از سواء كان دي او دي توح ان هي انزيم يبقى ده هيكسر الجيلاتين وده هيكسر الليبتز كل حاجة من اسمها بعدين معانا الانترينسيك فاكتور يعني انترينسيك والله انترينسيك كترجمة حرفية معاناها جوهري حاجة مهمة يعني وصمية بذلك لانه مهمة اول اللي ايه لما انت تاكله كتفكير بسيط ممكن الهي سي اللي يحرقوه طب هنحميز زي الانترينسيك فاكتور ده هيجي الدمج معاه ويوديلي الانتستن هقول لك ايه انا الدرع بتاعك ماشي احنا بندرس في ايه دلوقتي احنا بندرس في الاستومة ماشي ماشي اتفاقنا هندرس عنها كم موضوع هنيجي كده اللي احنا كتبناه في الاول والله اول حاجة هندرس عنها هي بتاعت مفيش مشكلة هنيجي هنا في الكتاب وهننزل تحت وهنشوف اللي عاوزنا نعرفها والله تمانية هتقول لي كتبين لنا سبعة هقول لك لا احنا هنا هنقسم الابزوربشن واحد الايرون واحد الكالسيم اسمع مني خليهم رقم زوجي عشان احنا دلوقتي هنعرف ان هم اربع اتمينات اول اتنين معانا بيتكلموا على البيبسونجين انزاين الفانكشن بتاع الاتشي سي اللي هي هتعمل اكتيبيشن البيبسونجين الى بيبسين غير انه هيدي لها عشان تشتغل احسن ماشي كده اول اتنين من الاربعة بتوعنا تاني اتنين هيتكلموا على الابزوربشن او الامتصاص هتساعد في امتصاص الحديد والكالسيم واللي بعد كده هنتكلم على الديجيشن ولا شك ان الاتشي سي اللي ده بيساعد في الهضغ غير انه بيرصب الحليب الملك يعني بيحوله القطع من السوليتس جوه الاستومك عشان يفضل وقت اكتر فيها فيسمح للبيبسون ان هي ايه؟ تهضم بروتينات الملك اخيرا معانا اتنين على الاكل ذات نفسهم واحدا ان هي بتحوله القايم واحنا عارفين طبعا ان الفود معانا هو اذا تحط عليه صلايبا هيبقى اسمه بولس واذا تحط عليه اتشي سي ال هيبقى اسمه قايم معانا تمام تمام بعد كده تاني حاجة على الفود ان هي بتعقم لنا الاكل بتاقتل البكترية ماشي ماشي ده كده دلوقتي قبل ما امشي سيب الصفحة ديت وانا بممشي بسرعة كده هتكتبولي كل محتويات الصفحة لقدامكم دول ككتابة يعني مثل دي تكتب دي تكتب دي تكتب دي تكتب دي تكتب دي تكتب والكلام ده تكتبه عشان بكتبلك عليه امسكيوهو ماشي هسيبلك سانيتين بعد اذنك وقف الفيديو وروح اكتب الكلام ده وبعد كده رجع شغل الفيديو انا سريع جدا في الشرح احنا جايين نراجع هنزل تحت هنا وهنتكلم على تاني موضوع مع انا ايه هو تاني موضوع معلش فكرني بص رجعنا اهول الكلام معانا ذا ما احنا شايفين الفونكشنس ولله الحمد خلصناها دلوقتي هنروح عالفورميشن اول كاتبها لك بالطريقة كده ميكانيزم وفسكريشن مش هنختلف بسم الله الرحمن الرحيم ميكانيزم ايه هو الاسد ده بصوت به الاتشي سي ال تب ايه الكلام المعقد ده انا مش فاهم حاجة هنا بص يا صديق العزيز الموضوع ابسط من مين تطرقك هنعمل زوم ان وهنفكر فيه تفكير بسيط قوي دلوقتي خلينا نمسح المربع ده ونحاول نصنع الاتشي سي ال في المعمل مع بعض احنا معانا ايه الهايدروكلوريك اسد اتش سي ال يعني هيدروجين وكلورايد خلص بسيط قوي احنا هنيجي نصنع الهايدروجين بعد كين يجي نصنع علينا الكلورايد وانتهينا كده وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله احنا بنعمله اكتر من كده تب ازاي بقى طريقة التصنيع نحفظها ونعرفها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك وحاولوا تقرأوا معايا من فوق هنا الاتشي تو سي او تلاتة اللي هو مين نكتب عليه دلوقتي الكربونيك اسد ماشي المكان فين في الخلايا الجدارية بتاعت الامعاء اللي حصل وايه الانزيم اللي شغلنا الموضوع ده بص بيقول لك هنا جبنا الكربون وحطينا عليها مية عملنا هيدروجين رح نكوننا الاتشي تو سي او تلاتة اللي هو الكربونيك اسد باستخدام انهينزيم وبكل بساطة الكربونيك انهيدريز يبقى كده معانا الكربونيك انهيدرز معلش يعني ايه كربونيك ايهيدرز احنا ما بنحفظش كده احنا بلايند اللي بنحاول نفاهم بعض بص اولا اي مقطع اخر اتفعلنا ان هو انزيم ماشي يعني هيعمل لنا الريأكشن دي تبوهايدرل في النص معاناها مية اللي هي اتشي تو او ماشي تبو ان ان دي معناها ازالة ماشي تبو ان دي معن هو الكربونيك اسد اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو هتيجي تقول لي ايه ده من اسمه وعرفنا ان هو الانزايم اللي هيشلنا مية من مركب ال اتش تو سي او تلاتة بس الحقيقة ان هنا اضاف المية على سي او تلاتة وكون لنا الايه المركب بتاعنا? هقول لك ما يا صديق العزيز الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده اصلا واسم الانزايم تسمى على تكسير ال اتش تو سي او تلاتة وليس تكوينه فهمت? ما عليهم. خلينا نكمل كلامنا. بيقول لك هنا بقى ال اتش تو سي او تلاتة از سبليتت ضيفه حرف ال ال هنا انتو اتش اللي هو الهايدروجين والاتش سي او تلاتة اللي هو الهايدروكسي ميسايلين جروب وما لنجي دعوة هو يعنيه. المهم هنمشي معاه. هنيجي عند الراجل ده ونقسمه نصطين. الهايدروجين والاتش سي او تلاتة. حلو قوي. بعدين كده خلصنا اول خطوطين هما اربع خطوات في تصنيع الاتش اللي احنا في الاخر هقول لك الاتش اللي اتكون. ماشي. احنا معانا الاتش مبروكة عليك. بيقول لك هنا بقى الاتش ديت يعني ديت هتروح تمسك بقى مع سي ال وتكون لنا الاتش اللي احنا كنا متدور عليه. حلو قوي طب والراجل ده ما ما نعرفش. خلينا نشوف. شوف النقطة دية عادت لغبطك وخلاص سيبك منها دلوقتي. هقول لك اللي هتكتبه عنك في الكتاب بعد كده نلمي الدنيا مع بعض. وباختصار شديد. جبنا وكوننا المركب الغريب ده. مسكناه واخدنا منه الهايدروجين اللي بتدور عليها. حلو قوي. اتبقى لنا المركب ده واللي هتيجي انت وتحطيدي خط عليه كده. وتعمل السهم ده وتشوالي على السي ال. لان احنا هنعرف دلوقتي انه بيطلع للدم ومكانه بيدخل السي ال يتدمج مع الهايدروجين. اشترينا بيه الكولورايد يعني. السي ال هو الكولورايد طبعا. تمام? تمام. بعد ازنك بقى الكلام اللي انت شايفه قدامك ده تكتبه عندك. يا طرق ليه? هو محتاج ليه اصلا الكلام ده هو الملخص. ماشي? ازاي كونا بالخطوات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. كم خطوة? واحد اتنين تلاتة. واضحين هو موضوح الشمس. اما الرابعة يقول لكم باختصار شديد ده هيقوم جايب مية من الخلال حواليه. وخلاص كده. فهي بقى اسمه عشان فرق او بتنشل فضل دماغ من الجملة دي. هتوقف الفيديو وتكتب الكلام ده عشان مصلحتك ولا نكمل? احنا نكمل بركه. توقلنا على الوقت. شايفين بقى انتو الكلام ده? اللي هو اللي داخل في بعضه. نعمل زوم ان شوية كده. ونكتشف انه نفس الكلام. وبيختصار جبنا وعملنا المركب ده. بعد كده اسمناها الهايدروجين. والمركب ده. وكملنا بالنقطة التالتة اللي هي الهايدروجين هتمسك مع الكولورايد. جه من فين الكولورايد? الاتش او سي او تلعتة? هيطلع برة الستومك ويدخل مكانه كولورايد وده اسمه كولورايد شفت في نومنا. ماشي. بغض النظر بقى عن الكلام ده عشان انا شخصيا زيقتي من الكامية دي. يهمنا معلومتين عشان الامسي كيوز. اولا نحوط مع بعض على كلمة وعلى كلمة ونعرف ان جوة بتحصل لعمليات اللي احنا بنتكلم عليها دي. مع عادة بتاع ال بيبقى جوة ليه? عشان لو تكون جوة هتحرقها من جوة. تمام? دول ما عمتم مهمين عشان الامسي كيوز. وهنعمل زوم اوت كده ونكمل الكلام معنا. بصقوا باختصار شديد بيقولك في حاجة اسمه يعني ما بعد الاكل. يعني طايد يعني موجة الكلام. موجة قلوية ما بعد الاكل. يعني وباختصار كده انت اكلت حاجة? فجأة? فجأة ايه? هتقولي الاستمك باقت اسدك. تبقى المشكلة. هقولك ما هي باقت اسدك على طريق ان خلت البلد الكلامي. حصل عكس. ازاي? هنفتيك في فوق كده? ان المركب بتاعنا ده. عشان يدخل لنا لجوة اليوم كان لازم ان يطلع برة للبلد. وهو ده الالكالاين معانا. ده الالكالاين معانا. فراحل البلد خلها هي الكالاين. ده يعني ليه عشان بتتعاكس بعد كده بالالافراز بتاع البانكرياس. ان شاء الله ده منعرف انه افرازه على عكس طريقة افراز فبيزبط لنا الدنيا ان شاء الله. وطبعا المركب بتاعنا ده لما بيطلع البلد بيكون لنا الان اي اتش سوء تلاتة اللي هو السوديوم باي كربو دي. هننزل مع بعض ونشوف الرسمة الغريبة دية. انا مش عاوز مش عاوز اسيبها الصراحة وانتم متضايقين منها يعني فاهمين? فاحنا ممكن نحط لها سريعة كده حتى لو مكناش فاهمين احنا بنكتب ايه? وبعد كده نكمل الكلام معانا. وباختصار شديد معانا والاتشي تو او. الاتنين مع بعض هيعملوا تلاتة. يبقى كده دي معانا الخطوة الاولى. الخطوة التانية ان ده هيجي كده وهيتاسم معانا. يبقى ده الخطوة التانية. التالتة هنمسك الكولورايد والاتش معانا. ويطلعوا لليوم بتاع الاستومات. ويكونون لنا الاتش سي ال. بس طبقا ايح لازم نجيب الكولورايد الاول انك ستشانج مع المركب الغريب ده. يبقى دي الخطوة التالتة هنا. والخطوة الرابعة هنا. اربع خطوات عاوز تكتبوا مكتبهم. مش عاوز ما فيش مشكلة. بس انصحك توقف وتعلم العلامات دي عندك. لو مش عاوز ما فيش مشكلة. هنزل كده مع بعض وهنروح على الفاكتورس. هنيجي هنا. وهنقول خلصناها. ودلوقتي خلصناها. دلوقتي هنروح على الفاكتورس مع بعض. وباختصار شديد. ممكن اسألك سؤال قبل ما تكرأ الكلام اللي قدامك ده. ايه العوامل اللي ممكن تزود او تقلل من بدون ما تكرأ. فكر كده وديني اجابة منطقية. وقف. الفيديو وبعد كده اقولي. تلاتة اتنين واحد. والله بكل اختصار ممكن تقولي احنا ممكن ناكل اكلة. فالاتش سي ال اللي دين. اقولك احسن. اعصاب يعني. بس كده لأ الحقيقة انه فيه هرمونات زي الجسترين وفيه حاجات تانية هتشوفها دلوقتي مع بعض. هختصر الكلام ده كله زي ما احنا شايفين هنا. باتنين. يعني هيزوده من ودول الجسترين والهيستامين. ومعنا اتنين ودول اللي هم الشورتكات بتاعهم بي جي اي تو. ايوة لازم تكتبوا تو. هتعرفوا دلوقتي. وبعدين الهيستامين او اللي هو يعني هيقفلولنا بتاعت الهيستامين. يعني النوع التاني من فيه بس مش موجودة في الهيستومة. المهم انت شايف انت المربعة ده? اكتبوا عندك بقى. اتنين بيزودوا الافراز بتاع الجسترين هيستامين. اتنين بيقللوا الافراز. فيها رقم اتنين اهو. وهيستامين بلوكرس فيها رقم اتنين اهو. اي حاجة فيها رقم اتنين زي متنين شايفين بيبقى انهي بترع لطوب. ماشي هو نفس الكلام اللي احنا شايفين قدامنا ده. ماشي هو نفس الكلام بظبط فيش داعي اللي احنا نقرأه اصلا. معانا اول جسترين والهيستامين. اللي اتنين بيزودوا دي افراز الهيستامين. اما البروكرس والبروستاجلاند بيقللوا افراز. ومعلومة هنا لك عشان بعد كده الهيستامين اللي هم ادوية الحموضة يعني. بس لهم هاقل له من افراز الهيستامين باللي بيعمل لنا الحموضة. الجرد لو سمعته عني. الادوية دي بتنتهي بالصفكس ايدين. زي مسلا السيميتي دين او رانيتي دين وضيفه حرف الايهم. ماشي. هنقوم نازلين كده مع بعض ونبص على الفيزز. يعني احنا هنرجع كده. احنا اتفقنا انه. والله الحمد خلصنا لحد هنا. هنجد لوقتي الفيزز اخر حاجة في. ثم نروح على. واحنا جارين كده. واعذروني على الصورة. انا بحب اكون باجري. نتصابق وفي الخيرات. ماشي. الفيزز دول بقى تلاتة. هنعمل زوم اوت كده. يعني ايه اولا. يعني دلوقتي افراز المعدة او بيطلع امتى? هتقول لي وانت بتاكل. هقول لك اه. بس احنا ده هنقسم كمية افرازه على في الاول. وبعد كده تلتين. ولما يتفرز نوقفه بقى. على حسب مكان الاكل. لو الاكل. كان سفالك. يعني سفالك اكتب لي جنبيها هيد. لو كان في الراس حرفيا جوه الماث او او لسه ما اكلتوش اصلا فكرت فيه بس. فهو اصل فين بقى في الكورتكس. المهم انه في الهيد. او لو الاكل نزل تحت الجاستريك. اللي هي ايه? الاستومك. او لو نزل تحت اكتر للانتستن. بس الاستن هتعمل ايه? هتعمل عشان خلاص الاكل. بعد عن الاستومك اللي احنا هضبنا فيه زي ما احنا هحبيه. اول اتنين معانا استيمولاتري. وبعد كده اخر فيز معانا انهيباتري. الفيز الاولانية للتولت الاولاني من ابراز المعدة. الفيز التانية للتولتين منطقي علشان دي احنا في الخلاص في المعدة. والفيز الاخيرة هنمنع على ايه? الافراس خالص. هنعمل زوم قينا على اول فيز معانا. ونقول بسم الله. بيقول لك السيفالك سيمولاتري فيز. بس. ودي معلومة مهمة عشان التانيين كلهم نيرفز وهرمونال. لتولت من يعني مشروطة. كترجمة حرفية نكتبها هو. مشروطة. طب ايه الشرط بتاعها? والله الشرط انك تكون تعلمت انك تاكل قبل كده برقم واحد. يعني يكون عندك والشارط التاني زي السلايفا لو تفتجها. اما تفكرنا على طول ان هي في فيها مش علينا. اللي اتنين دولوا باختصار او ردود فعل لما انت تحط الاكل جوابوك او تفكر فيه بيخلي اللي هو بتاع البراس تزود فالكل ده وباختصار تساوي كلمة واحدة قالة وهي اللي احنا اخدنا في اول الفيديو مع بعض. ماشي? ماشي. طلعنا طولت من فين الطولتين? احنا عاوزين نخدم الاكل بقى احنا من العرش. هنزل تحت كده وهنشوف هنعمل زوم اوت شوية ونقول بسم الله. ماشي. احنا اتفقنا فيها وفيها هرمونا. هيبقوا برضو بالفيجس. انت معنا يا معنا? يعني احنا سبناك في الاولى. جيت لنا في التانية ليه? بص. في حاجة اسمها وتكرر معنا قبل كده. لما انت الاكل ينزل للستومك. مين اللي يحس بكده? هتقول للفيجس. هقول لك حلو اول. هيعمل ايه ده? هيقوم باعت هو دلوقتي هيبعت للسنتر بتاعه. خليني اتخيلها مع بعض. معلين. ده كده? هو 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 اللي حس بوجود الاكل في الجستر. طب وبعدين هيقوم راجع من السنتر للستومك تاني عم طريق مين? جلوسو برينجل? لا الفيجس برضو. هو الفيجس. وهيقول للاكل طلعي بتاعك. فاسمه لونج. ليه لونج? عشان احنا رحنا للسنتر ورجعنا تاني. طب وشتورت? لا ده اللوك الموضوعي في الانتريك عارفين لاما من برا او من جوة بتاعة الايه? ماشي? وهرمونال بالجسترين اللي ورانا ورانا. هو اللي هيزود من للجسترين. انت لغبطك صح? بص. جسترين تساوي جستريك جوس هرمون حرف الاي ان يقول لنا انه هو بروتين هرمون وجسترين جاي من كلمة جستريك جوس. وفهو باختصارها يزود. امتى لما الاكل ينزل? ماشي. هنزل تحت ونروح على الاستباية التالتة. وبيقول لكم اختصار شديد قبل ندخل على انه لما الاكل يوصل هنعمل وخلص على كده. وباختصار شديد. عن طريق ايه? مش ديت اسم التاني ليها. باللاتيني اه. طب هتروح تعمل لمين? للاستومك? ايه اه. اللي هي الاسم التاني اللي اسمها جاسترو. اه خلاص هنسميها او ردة الفعل اللي طالع من ورايح للاستومة. طب هرمونة عن طريق الانتيرو جاسترون هرمونس اللي اشترحناهم في الفيديو القبل كده كانوا عائلتين منهم السكرتين والسي سي كي والجي اي بي والجي بي اي بي اللي هما طبعا اللي عايزين تكتب له اختصار ده الكولي سيستو كنين ده الجاستريك بيبتايد وده وكنا اخدناه في الفيديو القبل كده وقلنا ان الجاسترين هو الصديقي الاوحد اللي بيزود تاب والباقي لأ بيرخامه على طبعا لما اقول وجود الاكل اصد بسلا فات كربوهايدريت اللي هي بروتينات يعني. ماشي. هنعمل زوم اوت كده ونفتكر احنا اخدنا ايه هنا بسرعة? هنعمل زوم اوت زوم اوت زوم اوت زوم اوت. ماشي. بتاعت قسمناها لتلاتة. سفالك الاكل. ما اكلناهوش لسه او اكلناه في البقء. ليس بموعة سفالك. سفالك يعني في الهد. لو انت بتفكر في الاكل يعني هو في الكورتكس. يظل في الهد. لو انت اكلت في بقى اكل. هو برضو في الهد حرفيا يعني اما معنويا او حرفيا. ماشي. بعد كده راحنا للسيكريشن. بعد كده وقفنا لما بعدنا عن الاستومك. ماشي. هنروح بقى للدرس اللي هو يعني احنا هنبصوا رجعنا اللي احنا كتبناه في الاول. فانشانس فانشانس ونلاقي الحمد وخلصناها. فورميشن وخلصناها. 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 بالوقتي واضحة قوي علينا او الترجيع. يعني الترجيع ممكن حد يقولي. والله وباختصار شديد هنيجي كده عند الراجل بتاعنا ونقول له لما تيجي ترجع برجع في كيس ما سمحت عشان ما تقرفش لحولك. صح? لأ انت غلطان. غلطان? ايوا بقى الانسانية هتشتغل. هنجيب له جرد اللي يرجع فيه مش كيس. لا لا منطقة انا بتكلم منطقة على فكرة لان الترجيع بتاعه ده بنعمله ايه بقى? في اللابس شوية تحليل كده بتفيدنا للعرض اللي عندي. المرض اللي عندي. ماشي. الديفنيشن ردت فعل لان احنا نفضي محتوى خلال الموث. ايه ده? خلال الموث? ايه وخلال الموث. اصلي بص? الاستومك معنا ايه? لو فضينا محتوها خلال الموث يبقى اسمه بومتينج. طب لو فضينا محتوها من اخر ده كان اول لو من اخر هيبقى اسمه ضايرية. او ايا مكان عايز. زي ما هناخد بالتفاصيل في اخر الكتاب ان شاء الله في الفيسيوليش. ماشي. بقى ميضالة. اي ميضالة لحد ما نشوف غير كده. بيقول لك انه جنب تب ماشي استفدنا ايه يعني? هو جنبه مش جنبه استفدنا ايه? اولا نعرف ان اسمه ده بيبقى جنب على اساس الاتنين هيهمونا هيعملوا مع بعضة في المكانيزم اللي احنا هنشوف. لما واحد بيرجع ممكن الاكل يقع في فهم بقى ايه? هيعملوا هنشوفها دلوقتي في المكانيزم. بصوا هنمسح الكلام ده. وهننزل على ازاي الواحد بيرجع. اولا هنقسم موضوع نصي. نص ما قبل الترجيع ونص ما بعد الترجيع. ما قبل الترجيع هتحس بيتحس من نوزيا يعني نوزيا يعني وبكل بساطة الشعور بالترجيع يعني هو لو بسم الله هبدأ ارجع. دي اول حاجة بعد كده هتطلع صلايفة بوقت. بعد كده هتبدأ تعرق. بعد كده ضربات قلبك هتزيد. ايه كل ده? اصلحنا هنرجع. هنستخدم حاجات في هنشوفها دلوقتي ماشا. هنعمل زوم ان عالمية قبل الترجيع ونشوف الراجل هيرجع معنا ازاي? اولا كده هنقسم موضوع ده على تلاتة وباختصار شديد. شايفين هتعمل ايه? هتفتح اللي هو لو اتخيلنا الاستومك مع بعض كده ها. اللي هنا ده اسمه لازم انا هنفتحه عشان نقلاو ان انه يطلع لفوق خلال برا الماغ. طب وبعدين. هنعمل الحتة دي كده من الاستومك هنعمل لها فهنطلع الاكل لفوق او ممكن ننزله التحت. عشان اختلف. المهم اللي احنا نبعد عن ايه? كمية الجاستريك فود اللي موجودة هنا دلوقتي. حتى الاول هيحصلها عشان تستحمل كل الكمية اللي موجودة هنا اللي احنا هنرجعها دلوقتي. ماشي دي اول خطوة باختصار شديد عند الاستومك. تاني خطوة باختصار اشد منه. الديافرام اللي جاي لنا هنا. هينقبض اصلية عضلة. تفصل لنا مبين. هلين نرسل من الديافرام عشان ما تقوليش انا مرسمتوش. بتفصل لنا مبين الثوركس والابدومين. فدي هتنقبض زود لنا الضغط جوه البطن. واللي هيسكويز الاستومك كونتنت فيطلع لنا لايه? المحتويات براهولك. بسهل انت معاك ازازة مية وعاوز تطلع اللي فيها. هتقوم ضغط عليها من كل النواحي فنطلع المحتوى اللي فيها. ماشي. دلوقتي احنا عارفين ان الايه? دي كده. التراكية بتاعتنا بتاعت الجهاز الايه التنفسي. وراها هنلاقي لنا رسمه ده اللي احنا عادين نتكلم عنه. احنا لو طلعنا المحتوى من هنا. برا خلال الموت. مش ممكن بعد الشار يقوم واقع في. اه ممكن. ساعتها بقى اللي جانب هيعمل تمام? ايه يا دي? هننزل تحت كده ونقراها مع بعض. وباختصار شديد عند المناخير هتترفع. زي ما اخدنا في الاناتوميا عن مكانها ازاي وهي جنب النوز. اما الحنجرة يعني هنقفلها. دي دي لفتحة الحنجرة. لازم هنقفلها. لان اول التراكية الحنجرة. وابنها يعني هنوقف التنفس. ليه هنوقف التنفس? اصلحنا. زي ما اتفقنا معانا الامبوبة هي دي تركية. والامبوبة دي دي الاسوفيجس. اللي احنا هنعمله باختصار شديد اللي احنا هنوقف التنفس هنقفل فتحة الحنجرة. وي ده هيقدي لابنية. حرف الايه ده طبعا معناها ناطلم بيدخل على اي كلمة. ودي المقطع التاني من الكلمة معناها يعني ودلوقتي عرفنا ليه? بيبقى موجود جنب لانهم اللي تنبي يعملوا مع بعض. وإلا بعد الشر كان ايه الاكل دخل في الايه? في الجهاز التنفسه كل ما واحد ما رجع. ماشي. دلوقتي عايزين نعرف? او بس علي نعمل زوم اوت ونرجع تاني. دلوقتي ده اهو. تمام? عرفنا بتعريفه وعرفنا السنتر بتاعه فيه في المضلة والميكانزم ازاي وبعد دلوقتي هندخلها على اسباب. يا طرى ليه صاحبك اللي جبك ده رجع عليك النهاردة. هو رجع عليها اصلا ده رجع ولنا في في الجرد اللي وديناهوله. ماشي. تعال بقى نعمل زوم ان هنا كده. ونعرف الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الترجيع. كل الاسباب دي? لأ هي مش كتير او. هنعمل زوم ان وهنقسمها النصية اولا. اولا جزء وانا بحب اكتب عليها تهيج او لو انت شخص انجليزي يعني. وجزء التاني يعني حاجة فين? في الجهاز العصبي المركزي. في المضلة بتاع بتاع بتاعنا. هيجناه برضو على فتا. ماشي. اولا بالنسبة اللي ممكن تؤدي ان الواحد يرجع بيقول لك وباختصار شديد لو واحد حطوا صباعه في بقه دخل صباعه خلاص جوا بقه خالص كأن هيرجع بطول عليه. جاسترايتس. جاسترايتس يعني ايتس يعني انفلميشن. جاسترو يعني ايدي في الاستومك. ايتس دي تكتبوها انفلميشن. وكننا عرف كده من الباثوليش. عملنا تهيج. اتفقنا اللي احنا هنا بنعمل تهيج للاستومك ان هي ماشي. قرحة. احنا دلوقتي لو معنا الاستومك معنا اهي? ومكملة لو بعد الشر عملنا هنا في الاستومك دي تعمل ما تعرفش. دي تعمل ما تعرفش. اللي هيحصل ان الاستومك هتم مليانة 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 وتخنت كده. وانكريسنج ان دا كاستر كونتينت استيميليتس فالواحد هيوم مرجع. دي الاستومك برضو تهيج. هنهيج الايه? الاستومك بالرفيرد بين او نفس النظرية يعني. انه في الاخر هنؤدي ان الاستومك هتتهيج ويه يحصل. هنزل تحت كده ونشوف مع بعض. والله لو ادى لنا لواحد شوية ادوية زي الابوموفين والاميتين والتارتي تروميتك ده. على طول كل واحد بالاكشن بتاعه هيروحه للسيدي زد سنتر اللي هو ويخلي الواحد انه نرجع. وعلى فكرة كل اللي احنا نتكلم عليهم الستة دول هيروحوا في الاخر مش ده اسمه يعني 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 هيستجيب الكيميكالز زي مسلا نقص الاكسجين او زيادة او زيادة او زيادة اليورية في الدم. فالواحد هيقوم رجع على اساس انه يحاول يتخلص من الميتابولايت الزيادة او يتخلص من ايوة بتاعت الدم او يتخلص من اليورية بتاعت الايه الدم. ليه يخلص من هنعرف دلوقتي في لو دوار الحركة عارفين لما الواحد بقى يكون عنده دوار الحركة المسؤولة على التوازم موجودة في الودان هترسل انه الواحد ايه يرجع? واخيرا يعني مشروطة مشروطة بايه? لو واحد شم اللي هو روائح كريهة كترجمة حرفية او اللي هي مشاهد مقززة كترجمة حرفية ايضا عشان تبتبوا وراي اللي حابي بترجم فيفهم المعلومة من زاوية اخرى. تمام? كل ده هيؤدي ان الواحد يرجع. تمام? ليه بقى بيؤدي ان الواحد يرجع. ده على فكرة. بصوا هننزل كده مع بعض. بيقول لك هيؤدي الى اللي هي عكسها. ده زيادة والاسيدوز زيادة في الدم طبعا. لان احنا اتفقنا في الميكانيزم ان احنا عشان نكون في مكون معانا كده طلع اسمه تلاتة. روحنا دفعنا بيه. تمن اللي ده خلنا عشان تمسك مع اه دي كده الفلوس بتاعتنا روحنا دفعناها عشان ناخد ما هي الفلوس ديت كان بتروح للدم وتخليه الكالاين. وبعدين احنا نكون اللي هو لو واحد فضل يرجع كتير 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 احنا اخذنا دول وطلعناهم برا الجسم طلعناهم برا الجسم. لكن كل شوية هيقوم زايد في الدم يعني ده هيقوم زايد في الدم على اساس احنا نحاول نكون لأكتر. فيحصل له اللي هو زيادة الايه المركب ده معانا في الدم اللي هيتحاول بعد كده السوديوم بايكربونيت. تمام. دي هايدريشان ديو تو لوس اف ووتر. جفاف يعني دي هايدريش يعني دي بريفين او دي برايفين اوف دا ووتر. انا قلت اكتب ديو تو لوس وف كزا عشان كلهم كاتبين ديو تو لوس وف كزا. ده هيؤدي الي ايه الجفاف? للضغط هيوطة وسرعة القلب هتزيد محاولة لتعويض نقص الضغط. واللي نقص الضغط عشان المية نقصت. فالقلب ملقاش حاجة ينخها. هيبوكاليميا البوتاسيوم هيقع بعد ترجيع. احنا اتفقنا ان من اللي موجودة في البوتاسيوم. فاول الكتاب. ماشي كده ده كترة خلينا نروح نبص على الاسئلة اللي معانا وتوكلنا على الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم واذاكرك توقف الفيديو قبل كل السؤال وتحاول تحلو من نفسك. تمام? ظاهروا قدامك تهت اسئلة اهو. شوفوا ما رأيك فيهم ايه? بيقول لك ايه دور الاساسي? والله بغض النظر هو البرايمري ولا لأ? احنا شايفين مع بعض كل الاجابات صح. تمام? تمام. ايه الانزاي مسؤول تحقى علي تحويل للنجل عارس مش مذكر في الكتاب لكن الاجابة معانا سي هنا. اما بتاعة وبكل بساطة الجاسترين فعلا كل الاجابات ديت صحيحة فالاجابة قولي بدا باو ودي برضو قولي بدا باو معك فرصة هو قبل ببدأ احل الاسئلة تقولي اجوابتك ايه بسألنا هنا عن الفيز بتاع الجاسترين هو قصده على العموم اصلا الاسئلة اللي معنا ديت محتمل يبقى فيها كزا اجابة صحيحة او السؤال ازا نفسه محتاج تعديل فانا هسيبك التلات اسئلة الدول تحلوهم معي في كومنتات تحت وانا صحاح لك ما تعلقش تمام ورينا قدراتك وقف الفيديو وقل اجابتك في كومنتات تحت اما هنا بقى خلينا نكمل هنا اسئلة في الجسم انا بدون مدام اكمل كراءة على طول اختارة ميضالة عشان اي معنا في المنهج لحد دلوقتي ميضالة حابب تحترب من حاجات تانية ملاشية التلاتين لازم اخدناها في مفيش مشكلة مش عاص لغبة نفسك تختارها على طول ميضالة توكلنا على الله اما هنا ايه اللي مش كاركتوريستيك للسومك والله كومبليت دا السومك هو الفعلا على اساس ان هي تحتوي على كله اللي احنا هنرجعه فهي بتيحصل لها فعلا عشان نزوء الاكل فعلا عشان نفتح مجال اللي يطلع اكتف كونتراكشن دا السومك دا طبعا غلط اتفاقنا ان هو وليس اكتف كونتراكشن وهيبقى الليل ايه الكونتراكشن الديفران اما بتاعت النوز عندنا بتاعت جلوتس والابنيا دول كان للرينيكس والنزلنا تحت كده للتالت اسألة من باقيين دول الاخر التالتها معنا ان شاء الله بيقولك ايه من دول هيقصر على 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 مش ريفليكس لا على والله كل الدول بيعملوا طبعا لكن اللي هيأثر على كان دوار الحركة اما بتاعت بتعمل لا احنا بنخسر هيبوكاليميا ماشي الكالوزيز طبعا دي هيدريش طبعا اللي جابة ديت صح وبقتل اختيارات على فكرة تعتبر صحيحة بس ديت الاصح كحاجة مباشرة او ما فيش هنا اصح على فكرة بتحصل دي هيدريش بتحصل تحصل تحصل برضو بيحصل المرة دي هنا ريفليكس وليس يعني هنا بيكلمنا على بيعمل هيعمل هيعملوا اما الهايبوكسيا هتبقى مع سي تي زيد ليه لان السي ديت اصلا مختصرة من كيمو يعني هتحس زيادة اللي هي بسبب الهايبوكسيا تمام ما علينا خلصنا كده يا دكاترة ولله الحمد طبعا الفيديو اللي جاي هيبقى عن واخر دعوانا ان الحمد لله يا رب العالمين